اشتركوا في القناة نتعرف على طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله بالذات مع المشاكل التي تحدث والتي عادت الأسر أن تحدث فيها مثل هذه المشاكل نتعرف على طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهم مشكلة مرت عليه في حياته الأسرية هذه المشكلة هي مشكلة حادثة الإفك وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن مقدمة هذه القصة حتى نعرف تفاصيل ما حدث تخبر بذلك عائشة رضي الله عنها وكيف أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات وكيف أنها أضعت عقدها وذهب الجيش وتركها نسوا أنها كانت في ذهابها لبحث عن عقدها فعادت إلى مكان الجيش وبقيت منتظرة وكان هذا في الليل البهيم تقول وأنا أنتظر في مكاني أخذتني غفوة يقول تقول فاستيقظت على صوت رجل يحوقل لا حول لا قوة الا بالله من هو هذا الرجل؟ إنه الصحابي الجليل صفوان بن معطل السلمي وكان هذا الصحابي تخصصه البحث عن من يتأخر عن الجيش الجيش في عدد كبير وينطلق ويسير في مساره وقد يتأخر عنه أحد أو يضيع منه شيء فكان هناك شخص كالمعقب خلف الجيش يبحث عن إذا كان هناك أحد ناسي شيء أو فقط شيء فأثناء عودته ووجد هذه الصحابية أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة تقول رضي الله عنها وتصف ما حدث وكيف أنه أناخ الناقة ثم حمل عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم لحق بالجيش حادثة يسيرة تحدث في غالب الرحلات أو المسير أو السفرات واقعة واقعية جدا أثناء عودة الجيش وهم قريب من المدينة بدأ الكلام يخرج من المنافقين من هذا من التي معه بدأ يسألون فبدأوا يتهمون هذا الرجل الشريف العفيف صفان المعطل يتهمونه بالسوء وبدأت حادثة الإفك وبدأت الجريمة الكبرى التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه أنزلت سورة النور وفيها هذه الحادثة وفيها من الأحكام ما نحتاج أن يتعلمها كل أحد وكل عاقل وكل مسلم في هذه الحياة ليعرف كيف يتعامل مع مثل هذه الأحداث تقول رضي الله عنها بعد أن عادت إلى المدينة وما كانت تعرف أي شيء عن حادثة الإفك فبدأت تطلع إشاعة وأطلقها عبد الله بن وبيب بن سلول فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل ويتقص الخبر ما هذا الخبر ويسأل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ويسأل علي بن بن طالب ويسأل زوجة الزينب بن جحش رضي الله عنها ويسأل بريرة مولاة عائشة بدأ يسأل هؤلاء ويسأل ليتثبت ثم ماذا كان فاصل يسير ونواصل بتيسير القدر حياكم الله مرة أخرى ومع هذه الحادثة وهذا الاتهام الباطل من عبد الله بن وبيب بن سلول وكيف النجس صلى الله عليه وسلم بدأ يتخذ الإجراءات في التعامل مع هذه المشكلة وبدأ يسأل ويتثبت ويستخبر فلما ما رأى أي شيء يؤكد هذا الخبر صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من يعذرني يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أداه في أهل بيتي يعني من ينصرني من رجل آذاني في أهل بيتي آذاني في سمعتي آذاني في أهلي وكان يقصد عبد الله بن وبيب بن سلول رأس النفاق فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه من الأنصار ومن الأوس فقال أنا يا رسول الله يعني أنا أعذرك وأنا أنصرك وأنا أرد عن هذا الباطل إن كان منا أي هذا الرجل الذي ولغ في عرضك واتهمك إن كان منا ضربنا عنقه أي من الأوس وكان من الأوس وإن كان من الخزرج ضربنا عنقه وبدأ الصحابي رضي الله عنه يبين الموقف في الدفاع عن أرض النبي صلى الله عليه وسلم هنا بدأت الحمية حمية الجاهلية تظهر بين بعض الخزرج ضد الأوس وضد سأل المعاذ رضي الله عنه وارضه هذا الخلاف بدأ يرتفع ترتفع الأصوات وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخفض أصواتهم ويسكتهم ويهدئ ما حدث من هذا الخلاف بينهم ولكنه أكد حقيقة واضحة أن هذه إشاعة وهي باطلة وأن الذي أطلقها رجل منافق لا يرجو الله ورسوله ولا يحترم ولا يرعوي عن الباطل الذي قام به هذه المشكلة الأسرية التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الإجراءات السليمة بداية بالتوثق ثم برد هذه الإشاعة ثم في المرحلة الثالثة والأخيرة وهي آخر مرحلة عنق الزجاجة المرحلة التي صارح فيها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإشاعة والتي أراد أن يقطع دابر كل حديث حول سمعة زوجته رضي الله عنها وأرضاها فجلس عندها في بيت أبيها أمام أبي بكر رضي الله عنه أبي عائشة وأمام أمها وجلس بعد أن سلم عليهم وعرض عليها كلاما في منتهى الروعة وفي منتهى الحكمة وفي منتهى التوثق والتثبت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وكان يعمل بقول الله جل وعلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت أذنبتي فاستغفر الله وتوبي قال لها هذا الأمر ليبين وليزيل كل لبس وكل شك راود النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت غير ذلك فسيبرئك الله ما الذي حدث بعد ذلك وماذا ردت عليه عليها رضوان الله نعرف هذا في حلقة قادم بإذن الله إلى ذلكم الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منظم ترجمة نانسي قنقر وبركاته ترجمة نانسي قنقر وبركاته ترجمة نانسي قنقر